السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حال شباب انا ابراهيم خليل و زي ما وعدكم راح نزل لكم ملف في اللواء التخزين لاحظة بس خالص شوف البقر دوري طبعا لما تجون تلعب 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 موجودين على الشكل هذه تكون موجودة اخر تخزين كان قبل ما ابدع اللعب خمس دقائق او اقل المهم اول ما تبدأ التخزين بيكون مقابلتك هذه اللوحة زي ما وعدكم بخش بلوك دايموند موجود في الخريطة طبعا ما تبغى تدور عبلك دايموند هذا براحتك سوي لتبغى في العالم العالم شي خاص فيك راح يكون بس بيكون في موجود كل الاشياء الموجودة الحين الينا هذا التخزين بتبدأ من هنا اللوحة مكتب عليها X تقسيم Z 0 تقسيم 0 اللي هو X0 والZ0 معناها روح للمكان X0 و Z0 بتلاقي فيه لوحة في كل مرة توصل راح تلاقي لوحة و راح تلاقي بتلاقي بعد غير اللوحة بتلاقي صندوق الصندوق فيه شي كده من عندي أنا حاطة لك حدية صندوق من الأثراف كل مكان وفي معاها لوحة اللوحة تقول لك يعني إحداثيات تسوي كده تسوي شي وبتلاقي على طول لوحة و صندوق دايم إذا لقيت لوحة بتلاقي جانبها صندوق فيعرف حط في بالك الشي دايم في صندوق فيه شي ما تبغى تأخذها في صندوق براحتك أنا أتمنى أن تسفيد من هذا العالم تبني تسوي شي أحب لأنه سويته بكمل أنا إن شاء الله في الملتي بلاير بلعب فيه ما راح أرجع كمل في السينجل بلاير هذا بداية تشتغى على السيطور بداية تضبط بكاني أتوقعني إذا سرط لي فرصة بحاول سوي لكم ليف السيطور هذا الأسبوع ما صارت فرصة إن شاء الله ملاحقين يعني الأسبوع الجاي بيكون كله على سبيل ملتي بلاير أحيانا بستدور لي شب شب أبغى دابحة وجمع العيون إن شاء الله إن شاء الله هذا الأسبوع بنكون خلصنا العالم بنروح إلى الاندي دراجون نذبح وننهي الموضوع كله المهم بس حط في بالك لما تجي تأخذ السيطور اللي يبغي يدور على البلوك الدائم منذ الأشياء اللي أنا ملاقيها بتتكشف جزء من العالم بتتكشف مناطق موجودة في الخريطة في أشياء كثيرة أنا لسه ما رحتها ولا استكشفتها أنا حتى نص العالم الموجود هذا ما استكشفتها تقريباً النص أو أكثر من النص أنا ما استكشفتها فهي فرصة إن كنقع تلعب من جديد وفي البداية يكون عندك شيء حلو يعني تبدأ يكون عندك سيفة اللي عندي الواحد اللي هو شاردنس 4 ونوكباك 2 وممتاز هذا ينفع كثيرة في ذات قدامك يحذف بعيد الطقه يروح بعيد السيف الثاني شاردنس لا أنا بريكينغ 1 لا نوكباك 1 فأتوقع أنه يفيدونك في أشياء ثانية فيه اللي هو البوين هنا عندك بو بو بور 5 وبنش 2 واللي هنا بو بور 5 فعندك شيء جيدة حاولت تستفيد من الموجود حط في بالك شيء واحد انت جديد على السيرفر على اللعب فيه فسجل الإحداثيات أول شيء لأنك بتتوهك أعرف حداثيات البيت أعرف حداثيات المناطق اللي بتروحها شوفوني قاعدة دور ما كان يادر عن السالفة بس أنت تظلم الدنيا لكي يجيني شب شب وناخذ من العين حاول قد ما نقدر أخلص طيب أهم شيء سجل الإحداثيات لأنك بتضيع البيت إذا ما سجلت الإحداثيات حلقتها ملف التخزين كيف تنزل عندك ملف التخزين حط في بالك شيء واحد ومهم مهم هذا الشيء رجائن رجائن كل واحد ينتبه للموضوع لا تأخذ ملف التخزين من أي أحد يعطيك إياه ملف التخزين أنا راح أحط رابطه في المقطع نفسه من أي مكان ثاني لا تأخذه لا تأخذه حتى لو لقيت فراء الرابط في أي مكان لو فيديو من فيديواتي لا تأخذه أخذه من المقطع هذا نفسه بيكون عندك رابط ميديفاير أو رابط أي موقع ثاني في هذا المقطع بس لأن أخاف أن يأتي واحد ويحط لكم رابط يقول هذا ملف التخزين حق إبراهيم فإنها يطلع هكر أو شيء بسوء يدخل على جهازك يهكر إيميلاتك أو شيء أي شيء يهكرك المهم فما أبغى شيء يطيح براسي أنا أنا حذرتكم كلكم ملف التخزين لا تأخذه من أي أحد أخذه من عندي أنا من المقطع هذا بالذات هذا المقطع يعني فهذا أهم نقطتين اللي هو ملف التخزين ولا تأخذه من أي أحد سجل إحداثيات خلالها عندك في شيء إضافي بعد كده بغى أتكلم عنه بخلص السيرفر أتوقع فيه مرتين يعني مراح أطول بلايف استريم مرتين أتوقع بننهي الموضوع ما توقع بيلا كثير لأن اللي فهمت أن الاندي دراجون ما راح يطول وأنا ما رحت له من قبل ما جربت حتى أني أقاتل الاندي دراجون ولا شيء كلها مجرد أني أسأل وبنشوف واشي راح يصير في الليب السريم يعني بنشوف حظنا شلون يطلع وبعد إيش في الملت بلايير أتوقع أنا شفته شفته البيعات شفته أشياء كثيرة من الملت بلايير أحلامها في الملت بلايير أن السيرفر مفتوح 24 ساعة ومفتوح حق الكل ومو بلازم يعني واحد أو اثنين يكونوا موجودين عشان عشان نبدأ نلعب يعني أبدأ ألعب وسوي وندخل وفيه ما شاء الله ما مقصر سراب ومين الثاني فيه اثنين متدهرين علينا سراب وأح غيمر وفيه أكثر يعني الشباب كلهم تقريبا فهمين في الموضوع وكل واحد يضبط له سبوني نضبطنا شيء أنا أكثر واحد من سبيز منه صراحة سراب ما قصر مع السبونر حقه حق السكرتن كنت أروا يقول حط واحد حديد وادخل سوي الأثنين يعني يذبح وجمع جمع الـ الـ فأول كنت أسوالف مع عادل أول ما بداينا لعب كان يقول لي مجمع مدري الظاهر ستاك أروز وكنت يقول لي أبغى أروز قال لا بخلي عملة يعني إذا بغيت أي شيء من أي أحد أبأخذه منه في النهاية طلع ما راح يستفيد من العملة حقتها لأننا نقول أننا بصير تريدينج بصير فيه يعني يعطيك شيء مقابل شيء فالحين عرفنا أن الـ الأرو ما من الفايدة لأن فيه سبونر شفينه ما قاعد يشفين أول مرة أجه الجهة ما طلعت فوقون قبل على الشارة أريد أنا قدر أرحل هنا أطلع أروح شفلت حل الظاهر ما قدر شفلت تخبط في الكيبورد أووو بطيح 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 أظهر أنه بطيح 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 أكيد جيد كده فبيكون عندكم العالم زي ما هو سوو في اللي تابون إن شاء الله بتعبي جسمتي وتفجرة ما عندي أي مشكلة أبدا ونخلص من هنا نفتك من سنجل بلاير لأنني ما لاعب بصراحة ما لاعب فيه كثير بس فيه يعني في بعض اللوح ممكن تكون مبوابها حاول يعني يكون فيها جزء بسيط من اللغز يعني يدور على شيء أحفر تحت روح يمين روح يسار ممكن يعني ممكن شيء مبزيء أول لوحة أول لوحة صفر صفر وانتهى الموضوع روحي على صفر صفر وبتلاقي فيه لوحة هناك لكن اللي بعد هاللوح ما راح تكون نفس الشيء يعني هي للي يبي يلعب فيها في النهاية موضوع اختياري الموضوع مجموعة طلبوا مني اللي هو ملف التخزين وعطتهم إياه للي ما يعرف شون يدخل ملف التخزين شون يشاغل عنده تدخل إذا كان عندك ويندوز الماك ولله ما أدري كيف طريقته لكن في الويندوز لحظة واحدة بس خلني أشوف شو إشكان تكتب بيطلع عندكم عفسة هنا وينراح وينراح ملف بحط لكم الخطوات تحت ما لي متأكد هو الظاهر تدخل على ملف في الميلي كراوس بس إذا ما تعرف تدخل ما تجير تطالعه تدخل على الرن في الويندوز وبعدين تعطيه اللي هو علامة البيرسنت المئوية بعدين أب اي بي بي داتا الظاهر بعدين مرة ثانية علامة المئوية هذه أو فيلمية البيرسنت ويدخلك على ملف البرامج إذا ما كنت تطالعه بتلاقي هناك دوت مينيكراف تدخل عليه في ملف اسمه أو سيفز فتدخل هناك تنزل الملف اللي أعطيتك إياه بعد ما تفتحه من الضغط في الملف السيف وبتلاقي موجود عندك العالم موجود ومجربين أنا أعطيته عادل يجربه وعادل جربه ويشتغل معه 100% حتى ننتظر شب شب يطلع لهم عشان ندبح ندبحهم ونضبط وضعنا أوه لا كده ما يصلح وين الكافتنغ تابل وين راحت طبعا عندك كلاب وعندك كلاب وعندك كلاب وعندك كل شيء إذا جيت وطلع من البيت جمع الجيش هذا وطلع فيه حي مو بجايبهم كلهم طيب خلاص عندنا أكل عندنا أكل شيء إن شاء الله إن شاء الله ما حديث بحنا خب نقعد لنا كده خمس دقائق وبعدها ننطلع نسكر البيت إن شاء الله بيكون يوم الثلاثاء بحاول أخلي يوم الثلاثاء هو الثلاثاء الأربعة بنزل المقطع أضف وجهك لحظة الكريبر هنا سهل ما يبقى إلى شيء في السنجل بلاير سهل في الملت بلاير تأعبنا كثيرا تأعبنا واجد واجد المشكلة يتصير فيه لقلقة بسيطة فما تدري مين تبين فجر و بسرعة ينفجر بسرعة ينفجر فأتوقع الشباب اللي في الملت بلاير حاسين بالمعاناة اللي تتسير وعارفين الوضع ما، سرنا ننطق قبل ما نرى كان هناك مثلاً وننطق ليلك للكيفضو دعونا ن configسر دعوه وجع الجيم يعطي عنها الكلب في المحاول يتحامني لأنها ظلت نوع ما يحاول من المطلوب من الغبي يا رب ما يذبحني أوف ما الهداع يموت كده في التسجيل خلنا نقعد هنا نعبي شوي طاقة اه 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 طيب ايه ما في شب شب ما مات يوو مع السلامة طيب ما الظاهر ما بلاقي شب شب بيصير في بث اه الاحد بيصير بث كود معنى اليوم اليوم موقت التسجيل اللي هو يوم المقاطع اللي هو تاريخ عشرين عبرل بصراحة أنا ليس بمقاطع كود بمقاطع كل شي سائر هاليام ما عندي وقت للعب سائر فكل شي مو بس كود ما قاعد ألعب على الأكسبوكس أتمنى أن هالمقاطع تفيد يعني اللي قاعد تصير أتمنى أنها تفيد ويصير في تحسينات أكثر بس ما تدري الشركات يعني ممكن كل الشركات تعطينا واجه ممكن ممكن ما يهمها فبيبين الحين لا أريد أن أتكلم كثيرا بكود لأن يوم الأحد يصير يوم كود في يوم الأحد يتكلم فيه بكود الأسك إذا شفتوا هذا المقطع معناه أنه هذا آخر يوم يوم السبت أنا مفرض أنه راح ينزل يوم السبت بيكون آخر يوم للأسك يوم السبت إن شاء الله بالليل ساعة اثنائش بقفل الأسك أنا توهقت في الأسك صراحة ما كنت متوقع أنه بيصير زي كده كنت متوقع بجيني كم؟ عشرين خمسين سؤال بكثير يعني الأمس بيوم نشيك تعدى المئتين سؤالي أوهو وخنت تعدى المئتين سؤال فأشوف بحاول أخليها على مقطعين إذا قدرت ما عن فيها سألة كثيرة يعني كيف الحال زي كذا ما راح تأخذ مني وقت في جوابها ممكن عشرين سؤال كلهم كيف الحال طيب هذا شب 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 اذا قدرت بيوم زونبي وشب شب شب أوهو كريبر كريبر هذي ميزة النوكباك يقضر بعيد و تتكمنه طيب أبي منكم بستكتبوني ما هي الأشياء التي تبونا نسويها في بيوتنا أو في بيتي أنا في الملتبلاير يشتبون تشوفون داخل البيت يشتبون اشياء نحطه في البيت اذا ان انا مسوي بيتي داخل الجبل يعني حافر الجبل وباني في وسطه لا يا غبي ايه اوه طقت كلب الظاهر انا اوه لا 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 ينفجر ينفجر غبي ينفجر اوه 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 اوهه ماذا السعال فجم كنا بيبتلوا علي اوه الصعوبة الي اللعب عليها ايزي على طول دائم ايزي اوه ايه اوه ظهر انه ذبحت كلبي ظهر انه مخفى ايه ذبحته اوه مع السلامة لأن هذا المرّة كانت مختلفة عن كل مرّة قبل أريد أن أذهب هذا الأسبوع مرّة ثانية ولكن باللقاء ليس قد أستطيع أن أذهب إلى الأربعة وإلى الحين لا أكيد أن أذهب إلى الرياضة الثانية فأريد أن أذهب إلى تجمع زي بادرز أو كل من يهتمون في حياتي ويبدأون أصحاب القنوات ويبدأون الأشخاص الثانيين ويبدأون الأشخاص الثانيين ليست مهتمين أقصد المترجم للقناة كم واحد كم تحيم هنا هذا الجوبي وهذا الغبي يطق القطو حقي الغبي ونضف وجه خلاص كده خلنا شوف تكلو شيء ولا عين مع الأسف ولا عين المهم هذا كل التسجيد يعطيكم العافية ملف التخزين موجود بيكون تحت في رابط وزي ما قلت لكم لا تاخذ الملف من أي أحد يعطيك إياه مهما كان الشخص لا تاخذ منه ملف التخزين بيكون تحت في الرابط في هذا المقطع أخذ من هذا المقطع فقط عشان ليسير واحد يأتيك واحد مريض ولا شيء نفسية وناوي يهكر يهكر جهازك يكون يلاقي يلاقي سبب يهكر أو يلاقي ثغرة يدخل منها فحطوه حطوا بالكم لهذه الأشياء لأيام تهكير بقرش ساير كل واحد جايه وقاعد يهكر كان معكم إبراهيم خليل ونشوفكم على خير إن شاء الله شكرا شكرا شكرا